أيماً أيام الجمعة أوقات من السنة بنعرف أنه في بطولة دفع الرباعي ودرفتنج وما إلى ذلك وعلى طول التشجيع بيكون موجود والحضور موجود لها البطولة الممتعة أكيد بتنظيم من الأردنية للسيارات واليوم عم نتحدث عن بطل نسخة مبارح وبطولة مبارح من الدفع الرباعي عبداللطيف السمان والملاح خليل البلعاوي أهلا وسهلا فيكم ونورتونا حكيت المعلومات صحية أستاذ عبداللطيف مئة بالمئة خلص ممتاز إذا هيك إلا هلأ مرشين الأمور أهلا وسهلا فيكم ونورتونا البطل عبداللطيف خبرنا بداية عن مبارح المشاركة وأنت أحرست المركز الأول نعم أول شي أنا بصبح على الجميع وبشكركم على الاستضافة أهلا وسهلا وقبل أي شي بدي أقدم شكر موصول لنادي السيارات الأردنية لرياض السيارات اللي هي يعني بتحنا الفرصة إنه إحنا نشارك في مصارات زي هيك أو بنوعه بالمناطق وبيجيبونا كمان مشاركين من الدول المجاورة وبالإضافة لنشامة الأمن العام اللي هم وكيتهم معانا ما بيقصروا نشامة الأمن العام ونشامة الدفاع المدني مشاركتي مبارح هي طبعا مبارح كانت المشاركة الأولى لسنة 2024 اللي هي كانت في منطقة تل الرمان اللي هي شو اسمه؟ غابات وصف التل غابات وصف التل والحمد لله أنجزنا فيها بداية خير مع السنة اللي شكونا آآ آآ الحمد لله أنجزنا فيها والحمد لله إنه كانت مشاركتنا كتير كويسة ومرتبة وأهلنا لجولة التوب فافتي ومن جولة التوب فافتي أخذنا للمراكز الأولى والتوفيق للسلام والسلام للجميع طبعا طبعا دايما الملاح خالد خليل عفو آآ كله بالخام حلا وسهلا فيك خليل البلعاوي خبرني أكتر كيف كانت المسارات كمان يعني أنا دايما بحكي أنه الكابتن والملاح واحد جزء واحد من السيارة فخبرنا أكتر وكيف كانت الطرقات أو المسار خليني نحكي خلا إحنا يعني قبل بيوم يوم الخميس استكشاف استكشاف للمسار مش على القدام طبعا بنرسم المسار إيش العوائق اللي ممكن يتواجه سيارتنا إيش الإشي ممكن يعني نطلب عليه سحب ما نقذ السيارة تبعتنا اللي نقدر نفوت جولة توب ففتي طبعا خططنا نوع عبد للمسار إن شاء الله ومور تمام كانت وطبعا إلا تتغير تضاريس المسار مع السيارات اللي بتنزل قدامنا بتحفرها أكتر بتزيد الموية طينة ترتيبنا بعيد يعني بيجي بتحفر كتير السيارات قدامنا طبعا فنزلنا الحمد لله وكانت الأمور تمام عند أول عائق تعدنا تماما الأمور كانت مية بالمية العائق الثاني عشان نقدر نفوت جولة توب ففتين طلبنا عليها عملية سحب طبعا الكل استغرب مننا من هاي العملية إنه إحنا طلبنا سحب سحب إيش؟ السحب العائق السحب العائق يسحب السيارة يعني غرزت ذكي أنا؟ لا لا مش غرزت إحنا طلبنا عملية سحب عشان أنا أقدر أتأهل لجولة توب ففتي وما نقذ سيارتنا وما نقذ سيارتنا تكون سيارتنا جاهزة لتوب ففتي بطريقة تكون ممتازة ومرتاحة بنفس الوقت أوكي أوكي طلعنا والكل سألنا صاري حكينا ليش هيك عملتوا؟ ليش عملتوا؟ أنا بسألكم كمان طبعتنا بنعمل عملية خلط طلعنا العائق الثاني عشان نقدر نفوت عملية جولة توب ففتين نظلنا متأهلين جولة توب ففتين الحمد لله فوتناها والعائق هذا اللي انسحبنا عليه يعني سيارتنا من أحسن السيارات اللي طلعت عليها ما شاء الله ما حكي عن تجهيزات السيارة معك عبداللطيف خبرني أكتر أنا تجهيزات السيارة أنا والدي الله يخليلي إياه ويطول بعمره خلي لك يا يا ربي طبعا هو الداعم الرئيسي بالنسبة إلي الداعم المعنوي ولا المادي؟ لا المعنوي والمادي وكل إشيء يعني حتى كمان في التحديات أول الناس بكون موجود يا ما شاء الله يخلي لك يا يا ربي وفعد هاي السيارة اتجهزت في أيادي أردنية كاملة مكملة يعني حياة شغلنا أنا ووالدي هاي السيارة نحن نشوف لقطات أو نشوف لقطات قاعدين هاي السيارة شغلي أنا ووالدي والحمد لله جهزناها من ناحية المتور من ناحية السيسبنشن من ناحية نظام الكويل أوفر يعني اشتغلناها كاملة مكملة يعني اسمها غضب؟ هلا هي هاي السيارة على فكرة ملقبة بالدب يعني معروفة اسمها الدب لكن أنا من اللي حطت عليها متور كبير فعلي اخترت اسم غضب عليها عشان المتور اللي عليها كتير كبير وما حدا مركبه لسا غضباني السيارة بس عخير يعني غضباني لا الحمد لله ومرت طلعي تغيير سيارات بأثر على الملاح؟ هلا أكيد بأثر على الكابتن ولكن بأثر على الملاح كمان هلا في سيارات من ناحية الكوشوك الكوشوك بيكون أصغر في عوائق ما بتقدر تطلعها ممكن تضطر عليها ظلك كل عوائق تسحبها وفي سيارات بأثر مختلف شو روتينك عبداللطيف قبل ما تروح السباق؟ كيف روتينك اليومية شو بتعمل قبل ما تروح المسابقة؟ هس أنا في طبيعة عملي بكون مع والدي في المحل بنفس الوقت هسا يعني الواحد قبل السباق بيكون بيجهز حالو نفسيا ويكون شيك على السيارة يعني هاي بتكون احنا عنا قبليها بيومين تلاتة بتكون في ضغوطات نفسية مش طبيعية لأنه بكون في تركيز على السيارة وأنه السيارة ما يصير فيها هي عطل لأنه سباقاتنا أي عطل بيصير في سيارتك انت تستبعد برا السباق فعلى عشان هيك حتى احنا الخيار اللي اخترناه أول مرة انه احنا ننسحب من المرحلة العائق الصقري ما اخترناه انه والله عشان انه احنا مثلا مش قادرين نطلعه لا احنا اخترناه لهدف سيارة ما تركيز انه أنا بدي اريح سيارتي اللي اكوني مجهزها للتوب فافتي عشان انا بالتوب فافتي شو ما قدرت شو ما عملت شو ما دعست تضل سيارتي بالسليم والباقي بيصفي على ربنا لأنه يعني هاي السباقات اي عطل خلص تستبعد برا السباق ولكن الحمدلله هي مش خطيرة لا لا هي مش خطيرة يعني الاردنية ما شاء الله الاردنية لات سيارات يعني بجهز ومسار بنفس الوقت مستوى السيفتي كتير عالي فيه يعني على اي اساس تتاخذ النقاط بالإددفتنج؟ على الوقت وانه ما تضرب الربونت بيكون عمل لك المسار في ريبونات يا مين الشمال انك ما تضرب فيهم وموقف ما بتنساك ملاح موقف ما بتنساك ملاح بارح بارح طوشت انا وياه وإحنا في السيارة بقوله اطلع من العائق هذا بقوله اتنقرت انا وياه على العائق الأخير قلت له خلاص اقلب السيارة فيها يلا اطلع طلعها مجنون كل ضربة هون فيدي والله رأي مين اللي مشي رأيه خلاص عنات هو اكبر مني هلا أنا دايما بحكي أنا لما بععد جنب حدا بسوء فيي بصراحة بصير أدعى سبريكات بصير معكم هذا الشيء لا احنا بندعس بنزين انا بركات بصير أدعى لا احنا بندعس يعني بارح على العائق الأول عملية السحب انا اتفكت انا وياه قلت له اوعى تحاول عليها بدا نسحب خلاص بس الجولة الثانية قال لي لا هننقلب السيارة هنقلت له خلاص يقلبها قال لي انزم السيارة قلت له لا بنقلب مع بعض وبيصفي بالآخر تحدي بينك وبين الطبيعة اوكي اه يعني انا مثلا بدي احاند انا هاي المرحلة الصخرية هاي لازم السيارة تطلع وهي فعليا هي بتنطلع هي بتنطلع لكن بدها حنكة وبنفس الوقت بدك سيارة جهزيتها كتير عالية لهذه الشغلات صحيح 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 مية بالمية شو في استحققات قادمة عندكم شهر سبعة لسه ان شاء الله بشهر سبعة في عندنا البطولة التانية وبشهر تسعة في عندنا البطولة التالتة اها اها يعني هي هاي اول بطولة على طول بعدها سبعة تسعة هلا هي بتصير بطولة يعني بطولة الاردن خلينا نحكي اللي هو عندنا اول واحدة كانت بشهر اثنين والتانية بتصير بشهر سبعة والتالتة اللي هي النهائية بتصير بشهر تسعة ممتاز ممتاز وكله تنظيم الأردنية وفي نفس الوقت الحلو فيها كان مبارح معنا مشاركين من دولة الكويت كان معنا مشاركين من دولة فلسطين مين الأقوى بتشوفوهم؟ والله حسب بترجع للجاهزية مش موضوع أقوى فردي الموضوع فردي يعني مين عنده سيارات مجهزة مين قادر إنه يجهز سيارة تكون عالية المستوى فيه ناس تخزيش في الكلمة مش قدرتهم فيه ناس قدرتهم فيه شركات بتدعم متصابقين وفيه شركات ما تدعم متصابقين خلينا نتحدث عن الدعم إذا هيك حالا بنفقد لأنه الدعم على كتير رياضات ولكن رياضتكم مكلفة تبتحكي عن سيارة كاملة تجهيز سيارة كاملة بماتورها بعجالها بالبكاكس بكل شي خبرني والله إحنا الدعم في الأردن حاليا بنفقده كتير ما في دعم معنوي معنوي موجود بس الدعم المادي ضعيف جدا كثير يعني إحنا ندعمنا قبل هيك من شركات بس يعني برضو إنه إحنا برضو ما كان يحالفنا الحظ إنه نجيب نتائج متقدمة فتنسحب مننا الشركات يعني كانت بس حاليا في هاي الفترة يعني نبارح نزلنا كنا تلاتين سيارة ما ولا سيارة مدعومة كل إيته أشخاص فرديين نزلي يعني خلينا نحكي لو بدي تيجي مثلا على مرحلة لدريفت اللي دريفت فيه ناس بتندعم من شركات وبس مرحلة للفور باي فور للأسف دعمها كثير بسيط وما في دعم للأسف نحن دائما بنحكي بنهتم جدا بموضوع الدعوة لدعم الشركات للمنافسات وخصوصا التابعين للأردنية للسيارات وغيرهم كمان من بطولات أكيد منظمة على مستوى محلي أو مستوى عربي أو عالمي لأنه يعني من غير الدعم ما في تقديم أو ما في نتيجة فأكيد دعوة دائما للشركات كلمة أخيرة منك عبداللطيف وكلمة أخيرة منك خليل طبعا زي ما احنا حكينا الشكر المتواصل للأردنية لرياضة السيارات وشكر لنشامة الدفاع المدني ونشامة الأمن العام والسلامة والتوفيق للجميع أهم من كل هذا الحكي وشكرا لكم على الاستضافة واجبنا مبارح أبدا يعني بالله البعد ما فزته على طول نحكي معكم الله يساعدك خليل تفضل ملاح نحن نشكر الأردنية لرياضة السيارات على هذا التنظيم الرائع وشكرا لكم على استضافة الجميلة واجبنا يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم ودائما بنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله شكرا لكم